موسيقى يترقب الجزائريون عودة نشاط سوق المركبات الجديدة بعد نحو ثلاثة سنوات من تجميد نشاط وقلاء السيارات وتوقف مصانع التركيب ما سبب حدوث عجز غير مسبوك في السوق وانسفاع أسعار المركبات إلى مستويات جنونية تشير تقديرات وقلاء السابقون للسيارات تسجيل عجز بنحو نصف مليون سيارة إذ ما علمنا أن آخر قطة استيراد من قبل الوقلاء تعود لشهر أوت 2019 إلى جانب توقف نشاط التركيب لأسباب معروفة ما يفسر بلوغ أسعار السيارات القديمة مستويات غير معقولة فاقت جميع التوقعات مثلا سيارة ترقيم 2019 و2010 مر على أول سنة سير لها أزيد من 13 سنة يفوق سعرها حاليا سعر خروجها من المصنع ومثال بسيط سيارة آتوس 2008 التي لم يتجاول سعرها 75 مليون وهي جديدة يصل سعرها بعد 14 سنة سير إلى 90 مليون سنتيم وهو حال جميع علامات السيارات المستعملة بالجزائر والسبب اللي خلى المسؤولين في الجزائر يؤجلون استراض السيارات يبقى مجهول لحد الساعة إخواني الأعزاء إذا كان عندكم سبب مقنع سفضلوا شاركونا به في خانة التعليقات صحف طولكم سلام 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 سلام